أزمة السكن في العراق من أبرز المشاكل التي يعاني منها البلد وما زاد من تفاقومها هو انعدام أي مبادرة حكومية لإيجاد حل واقعي لها بعيداً عن الوعود الانتخابية لا سيد لا شيخ ولا أي واحد كلكم بوعاكم وزارة تخطيط كشفت في دراسة لها نحو 13% من سكان العراق هم بحاجة إلى سكن لائق تثير أزمة السكن انعكس على الواقع الاجتماعي أيضاً فقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن 44% من حالات الطلاق في العراق سببها أزمة السكن وبحسب هيئة استثمار بغداد فإن العراق بحاجة إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية لحل هذه الأزمة المتفاقمة وتزداد هذه الحاجة بارتفاع عدد السكان بنسبة 200 وحدة سكنية سنوياً وما زاد الأمر سوءاً مطالبات مجلس القضاء الأعلى وجهات أخرى شاغلية المنشأة الحكومية والعشوائيات التي أقيمت على أراضي تابعة للدولة مطالباتهم بإخلائها دون تقديم بديل لهم يحول دون تشردهم اتفاجئنا بقرار من مجلس القضاء الأعلى جاي على أساس الذي يساونه هنا أنا محكمة إحنا من زمان من 2014 قبلها إحنا ملكتنا الأمانة وعدنا أوراق لجنة الأعمار في مجلس محافظة بغداد كشفت أن عدد العشوائيات السكانية في المحافظة وحدها زاد عن الألفين مجمع وأن ثمت حاجة إلى أكثر من 600 ألف وحدة سكنية لتخفيف من أزمة السكن اشتركوا في القناة